نادي الزمالك الذي نجح في حل أزمة القيد وفي طريقه إلى التعاقد مع مدير فني جديد زمنا الإعلامي أحمد سالم متحدد باسم نادي الزمالك يعني مبروك يا أحمد كيف تم حل أزمة القيد ده بتتكلم على 14 قضية كام وأرقام كبيرة الحقيقة 2.5 مليون تقريبا دولار أو يورو تكلمني عن تفاصيل حل أزمة القيد أهلا بيك وإجمالي المبالغ 2.750.000 دولار بغرامة فسخة عقد أسوريو ده إجمالي ما أنفقه المجلس على الغرامات أو على العقوبات بصفة عامة جبتوا الفلوس إزاي بقى؟ ده مبروك يعني شيء عظيم بس جبتوها منين 2.7 ده كتير برضو في ظل الأزمة اللي احنا فيها دي أصلا طبعا ده غير انتظام في إنهاء تعقدات تانية غير انتظام في مستحقات تانية الحمد لله يعني المجلس في 90 يوم قدروا مموما يبغضوا يحلوا ده كان أهم ملف يمكن الجمهور كان بتدهي منه جدا لأنه ده طبعا بيوقف صفقات بيوقف أي تعقدات والفترة يمكن 90 يوم أو كلها كانت مفاوضات مع الأنبيل المحاولة التقفيد أو محاولة التأسيط والحمد لله يعني مموما كل يعني توصلنا في الوقت المناسب إن لسه فاضي الوقت على القيد انتهاء القيد سواء المصري أو الأفريقي وإن شاء الله نلخم في الفترة دي نبدأ نعمل بقى التدعيمات المطلوبة ايه بقى التدعيمات المطلوبة مين في الطريق ما هي الصفقات اللي في الطريق لا بص حاجة فيه كتير يعني هو فيه لجنة فنية بتفحص ملفات لعيبة كتير وفيه هو نفس الكلام معروض على المجلس عشان بغضوا المواقع اللي بتكلم عن مدير فني بعينه لا لم يتم توقيع أي تعاقد مع أي مدير فني حتى الآن كافة المعتمد جمال ما زال هو القائم بعمل المدير الفني وكل ما ذكر عن التعاقد مع المدارب البلجيك أو غيره حتى الآن لم يحدث على الإطلاق لكن هل المفاوضات يعني قاربت على الانتهاء يعني لأنه فيه كلام أنه المفاوضات قاربت خلاص على الانتهاء لا 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 كلها سيديهات معروضة على المجلس سواء مديرين فنيين سواء لعبين سواء صفقات كلها أمور معروضة على المجلس لهم يتم البت في أي شيء حتى الآن إمتى رسميا نعرف أنه فيه مدير فني جديد لنادي الزمالك لا ما فيه أو أنا احنا قلنا أن قبل آخر الشهر إن شاء الله أو قبل غلق القيدة الأفريقية هيعلن خطة عمل فريق الكورة حتى نهاية الموسم بما فيها كل التفاصيل سواء صفقات أو تعاقدات أو أي حاجة ممكن نشوف عبدالله السعيد بقميص نادي الزمالك يعني في انتقالات يناير أو رمضان صبحي مثلا ما أنا بقولها فيه صفقات كتير معروضة على المجلس الحمد لله بعد يعني بعد كمان سداد الغرامات بدأت الصورة الزهنية عن التزام نادي الزمالك في الأمور التعقدية والمالية يعني تبقى يعني في مستوى عالي فبدأوا لعيبة وأندية كتير تسعى أن هي الحمد لله يعني تتعاقت مع الزمالك ففي معروض كتير كام يعني أنتو بتشتغلوا على كام بلاش مين كام كام لاعب آه كام لاعب أعتقد مش هيزيده عن أربع عام تلاتة أو أربع تلاتة أو أربع طبعا هو كله نفسه يحصل بناء فريق جديد لكن طبعا الوقت دايق وإحنا لسه في انتقالات يناير ودائما انتقالات يناير بيبقى الحركة فيها محدودة شوية عن انتقالات أصل الموسم فالمتوقع هو تلاتة أو أربع صفقات بالكتير برغم أنه يعني الجماهير كان بتتكادل كان في سقف تمانية عشرة أرقام كبيرة صعب جدا في نص موسم يحصل إحلال بالحجم ده وعشان ما يحصلش أي استعجال في تعقدات نرجع لندم عليها بعد كده فالاختيار هيكون في حدود المراكز للفريق فعلا يعني في احتياج شديد لها فيه جديد في قضية كهرباء لا بس شغالين فيها يعني فيه تواصل مع المحامي وإن شاء الله قريبا فيها تطورات بإذن الله شكرا للهامي أحمد سالم متحدث باسم نادي الزمالك اللي قال لنا أنه آخر الشهر الكلام يكشف عن اسم المدير الفني الجديد الكلام أكتر على المدرب البلجيكي كارل هوفكنز وأربع لعيبة من تلات لأربع لعيبة ده الرقم اللي حيتعاقد مع نادي الزمالك ببارك لنادي الزمالك الحقيقة كابتن حسن لبيب وحسين لبيب ومجلس الإدارة قدروا فعلا أنهم خلال 90 يوم ينجزوا ملف معقد جدا 2.7 2.7 مليون يورو ده مبلغ صعب جدا تقيل ضخم في ظل ظروف صعبة النادي كان في وضع صعب أنه عمل مفاوضات وقدر أنه هو يخلص ده ده إنجاز للنادي لكل الناس اللي انتخبوا حسين لبيب وفريقه والطاقم اللي معه الحقيقة لازم يكونوا سعداء وفخرين لأنه فعلا قدر أنه هو يحقق ذلك